في الفرق بين انه تستخدم المعدل والفرق بين راح اوضحه اليك اي تفاصيل عندك حتى تقدر تكون شخصية كاملة بخانة المعدلات بدون ما يأثر عليه كارت الشاشة او بدون ما يخرج المشروع عندك السلام عليكم ورجعنا معكم خلينا نكمل شرح سلسلة المعدلات تمام بهذا الفيديو راح اشرح معدل الملتي رزيليوشن تروح على خانة المعدلات منها تضيف يعني معناته معدل الدقة المتعددة طبعا هذا المعدل يستخدم للنحت فقط تمام انصح به للنحت فقط يعني ورح اوضح لك كل الخيارات اللي يتمتع بها هذا المعدل تمام اذا تجي هنا خلينا نجي امسحه اوضح لك الطريقة عملية وتروح اضيف مثلا طبعا المعدلات معناته انه فتشي مسبق معدل لك من قبل المصمم او مطور من برنامج بلندر انه يأثر مباشرة على الشبك كمالتك تمام مثلا اذا ضفت معدل مثل ما تلاحظ انه عندنا اذا اعطفي تأثير حاليا عندنا كيوب اضفت المعدل مباشرة اثر على شبك كمالتك اوكي خلي اجي امسح مثلا هذا اضيف مثلا يوفي سفير تمام اضيف سب ديفجن اوكي تقدر مننا تزود انه مباشرة يأثر على شبك كمالتك ويضيف لك تقسيمات اكثر حسنا اذا انطيت apply تروع على تاب اذا تلاحظ التقسيمات اللي اضافها تمام ارجع تاب كونترول زت كونترول زت اوكي الفرق بين الملتي رزوليوشن والسب ديفجن اه مثلا اذا تروع على خانة النحت وانت بالمستوى الثالث خليا نقول وضيف تفاصيل تحاول انه تضيف تفاصيل منها اذا تلاحظ انه تضيف عندك صح تفاصيل اكثر بس مو ديش التفاصيل الدقيقة الا في حالة انه سويت apply للمعدل تروح على خانة النحت وضيف تفاصيل راح تنضاف عندك التفاصيل بس المشكلة اوين والفرق بين السب ديفجن اللي هو يقسم لك الشبكة ويضيف لك تفاصيل اكثر عليها وبين معدل الملتي رزوليوشن المشكلة الاولى بالسب ديفجن انه راح تتعامل وهي شبكة اذا تلاحظ تنقل هنا انه بعد ما كانت الشبكة تونترول زت هلنرجع لهنا اوكي اطف في تأثير السب ديفجن بعد ما كانت الشبكة 482 نقطة اللي هي هذي اللي ما يعرف النقاط تمام اللي مكونه هاي الشبكة مالتك تروح تضيف تفاصيل ما تضيف لك اي تفاصيل الا في حال تمام الا في حال سويت apply تطبيق للشبكة تظهر عندك هاي التفاصيل بس المشكلة وين المشكلة انه راح تتعامل 126 الف نقطة وهذا هو اللي يسبب الضغط على كارت الشاشة عند بعض الاخوان مرات انا نشوف يعني مشاكلهم بالقروب انه يقول توقف عندي المشروع ما اتي من دعان حتى او صار عندي مثلا لاق بالبرنامج وما كملت المشروع او خرج المشروع فجأة هاي المشكلة الداعصة عندك انه كارت الشاشة والمواصفات اللابتوب او البي سي اللي عندك ما تتحمل المشروع تمام في الفرق بين انه تستخدم السب ديفيجن هذا المعدل والفرق بين الملت ريزيليوشن راح اوضحه اليك حاليا هس عرفنا انه شنو اهمية السب ديفيجن اللي تنطيع عملية ابلاي ويزود لك الشفكة وهاي مشكلة على المواصفات المتوسطة فما دون تمام هاجي ابسح هاي شفت اي انطيها ابلاي تمام العفو اضيف اليوبي واروح اضيف الملتي ريزيليوشن مثل ما شوف تجينا راح تظهر عندك كل هاي الاختيارات احنا مباشرة اروح السب ديفيجن تطيع تقسيمات منا طبعا عندك يضيف لك مستوى اول بالخانة الرئيسية ومستوى اول خانة النحت اللي هي هاي تمام ومستوى اول بالرندر عندك ثلاث مستويات منطي سب ديفيجن راح يضيف هاي المستويات اوكي مو مشكلة الفرق بيناتين انه تجي هنا باوع اذا تقلل هذا هنخلي اربعة تروح على النحت ونضيف تفاصيل باوع لافلك تفاصيل بدون ما تسوي عملية تطبيق للمعدل يعني هذا المعدل اصلا هو مخصص للنهات تمام فتبدي اضيف بها الطريقة اي تفاصيل عندك حتى تقدر تكون شخصية كاملة بخانة المعدلات بدون ما يأثر عليه كارت الشاشة او بدون ما يخرج المشروع عندك من تروح علي الابجكت موت بخانة الوضع الصلب تقدر تتحكم بالمعدل انه شفت مثلا الحاسبة صارت عندك تقيلة تبدي تقلل هذا الليفل منها تمام تلاحظ شوف التأثير باوع تأثير النحت بالمستوى الرابع اسوي صفر موقع مشكلة ارجع للشبكة الاصلية بس انت شنو تروح على الخانة النحت تلقي التفاصيل نفسه بالنحت تمام ترجع على الوضع الصلب شوف الشبكة يعني اساسية ما تأثر على الحاسب وما يصل عندك اي لاغ هاي الفرق بين والفرق بين تمام انصح باستخدام هذا المعدل وراح اشرح كل هاي الاختيارات تمام تروح على نبدي اضيف اي تفاصيل عندك هنا نبدي اضيف اوكي وبراحتك وتكون الشخصية من خلال هاي التفاصيل تمام الابتمال شرحنا انه فقط يظهر لك الشبكة الاصلية هذا ما يحتاج انه عندك سكوبت بايسيك اذا فعلته تمام تجي نضيف مثلا تفاصيل طبعا استخدم حاليا اضافة طين لاي اذا تلاحظ انه بكل ما تضيف تمام ما تظهر عندك تفاصيل ليش لين داي تعامل ويا الشبكة الاساسية الشبكة الاساسية مالتنا هي هاي لا ضغطت على التاب هي هاي الشبكة الاساسية ليش لين احنا ما مسوين عملية تطبيق لهذا المعدل تمام فما انصح انه اتفعل هذا الخيار تترك سب ديفجين تقدر من اضيف تفاصيل اكثر سمبل او لينر البسيط والخطي امسحة شفت اي اضيف مثلا عندنا هذا المكعب اضيف ملتي رزيليوشن واضغط على السمبل قبل اضغط على السمبل اذا عندك هذا الشكل واجيت بدون ما تدري بدون ما تعرف هاي الخيارات ضغط سب ديفجين راح يدمر لك الشبكة مالتك ليش انا اريد انحد على الحواف مال الشبكة ما ريد ادمرا هيج ضغط اكثر ايضا دمر لي وخرب لي هيئة الشبكة مالتي فتستعمل هذا الخيار تضغط على السمبل مرة مرتين ثلاثة اربعة مو مشكلة شوف ما تغير عدنا اصلا تسوي هاي الصفر ضرور تسوي هاي الصفر دير بالك كل ما تحلي الدقة على المود ما يصير عندك لاق بالخانة الرئيسية من ترجع على وضعية الوبجيك تمام تروع عليها خانة الناحية هنا تبدي اضيف تفاصيل باوي مرة ثانية ما اكو مشكلة اي مستوى تبدي تشتغل علي اي مستوى عندك اي مستوى مثلا هاي هني نضيف هاي كبرها بالاف اي مستوى تبدي تشتغل علي تمام اذا هذا الخيار انه ما يدمر لك حواف الشبكة او ما يدمر لك شكل الشبكة تبدي مباشرة تشتغل علي ايضا الخطي يعني ما لقيت فرق بينات فعادي اي واحد تستخدم اوكي نرجع لياوت تمام عندنا هنا خيار 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 اذا رجعنا ضغط علي رح يظهر خطأ هنا طبعا هاي المشكلة موجودة من قبل من الاصدارات القديمة ما عرف شنو المشكلة بس رح اوضح لك شنو معنات هذا اجي امسحة شف اوكي تروح على تاب على خانتنا التحرير تمام تلك يمين انطي سب ديفجن تروح على المرتي ايضا شوف ضاف لك تقسيمات اكثر وضاف لك شبكة اكثر تمام تعامل حاليا ويا سبع تلاف نقطة تروح على اختيار الحافة تلقي هنا الان سب ديفجن نفس نفس الخيار تضغط علي رح يرجع لك الشبكة الاساسية هذا هو الاختيار هذا الشرح مالتان اوكي اعجيب مالتي رزيوشن مالتانيا دليت هاي طبعا هذا عندنا اخر اختيار خلينا نضيف اكثر من مستوى هاي اسويها صفر دير بالك انو شوف تخليها شبكة اساسية دائما تخليها شبكة اساسية تروح على خانة النحط خلينا نسويها ثلاثة مثلا خلينا اوضح لك شنو هذا الاختيار اضيف طين مثلا احنا مستوى الثالث تمام وازوده سب ديفجن اخلي ستة تمام وابدي اضيف تفاصيل اذا هذا تفاصيل بالمستوى الثالث وهذا تفاصيل بالمستوى السادس فارجع على المستوى الثالث تمام بها الطريقة هاي واضغط هذا الاختيار هذا الاختيار راح يمسح لك انت بضعيت المستوى الثالث اذا ضغطت هذا الاختيار راح يثبت على هذا المستوى فاي مستوى فوق مستوى الثالث راح يمسح يعني اذا اجيت هنا ضب التفاصيل اكثر تريد تزود ما راح يزود عندك تمام ما راح يزود عندك اصلا ما راح يزود عندك في جوه عادي مو مشكلة توصل للواحد بس فوقي 3 وانت ضغطت هذا الاختيار ما راح يزود عندك هل ستجرب مرتين 3 فقط تتعامل ويا هذا المستوى اي مستوى فوق المستوى اللي انت ضغطت بهذا الاختيار ما راح يتطبق عندك فقط يظل يتعامل ويا المستوى الثالث اللي حاليا ضغطت هذا الاختيار عليه تمام وايضا تقدر استعمل استكشاف كل هاي الاختيارات بس انا خلاص ما مستعملها فقط استعمل خيار الـ Subdivision وهذا اسوي الصفر وابدي انحط عليه الشخصية الماضية اكتر شي انا استخدم هذان الاختيارات ما استخدم لا سمبل لا يعني هذان الاختيارات فقط هنا اجي انطيه Subdivision تمام وابدي اسوي هاي الصفر وابدي انحط عليه الشخصية مباشرة هاي كل المعلومات بخصوص معدل المالتي رزيليوشن اذا عندك اي سوال بخصوص هذا المعدل اذا انه بالتعليقات انا اجاوب عليه لنا وصلنا لنهاية الفيديو لا تنسي ان تعطيني لايك للفيديو او الاشتراك بالقناة اذا انت ما بشترك السلام عليكم